قبل شهر تقريباً أصدر محافظ شبوى علي الحارثي قراراً بإلغاء العقود مع الأطباء الأجانب في جميع مستشفيات مديريات المحافظة الأطباء الأجانب الذين واصلوا أعمالهم في بلد منكوب بالحرب دون استلام مستحقاتهم المالية لتسعة أشهر قرروا الاستمرار بالرغم من إعلان الأطباء اليمنيين بالمحافظة اعتصاماً مفتوحاً وذلك للضغط على الحكومة لدفع مستحقاتهم المالية المحافظ وجد أنه لن يستطيع التكفل برواتب الأطباء الأجانب الذين أبوا إلا الاستمرار في مواصلة أعمالهم رغم توقف مستحقاتهم فقرر أخذ القرار الأسهل حالياً وإنهاء التعاقد معهم قرار حمل مكتب الصحة بشبوة على مطالبة الحكومة بالتدخل السريع والعاجل لتفادي نتائج إلغاء العقود مع الأطباء الأجانب على مستشفيات المحافظة المدير العام لمكتب الصحة ناصر علي محمد وفي مذكرة أرسلها إلى وزارة الصحة أضاف أن قرار المحافظ إلغاء عقود الأطباء الأجانب سيؤثر سلباً على تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات شبوة لم اقتصر رد الفعل على ذلك فقد اعتبر عدد من مدراء مستشفيات محافظة شبوة قرار المحافظ كارثياً مدراء المستشفيات ومعهم أهالي المحافظة بدورهم ناشدوا الجهات المسؤولة ووزارة الصحة العامة بالتدخل لإنهاء كافة إشكالات الجانب الصحي الذي أصبح على وشك الانهيار وازدار سوءاً مع قرار المحافظ الأخير والذي سيضاعف من مأساة المواطنين الذين لا يجدون تكاليف علاجهم داخل المحافظة فكيف بتكاليف تجبرهم على البحث خارجها عن علاج أفضل ووضع صحي؟ آمن ترجمة نانسي قنقر